اهلا وسهلا بحراركو في حلقة جديدة من حلقات روائع العلوم الطبية الشرعية جالي على المسينجر عدة فيديوهات من ثلاث متابعات مصورين نفسهم بالموبايل لمنطقة المهبل أثناء جلوسهم مع إبعادهم للفخصين وكل واحدة فيهم بتطلب مني تحديد ما إذا كانت بكر أم لا الحقيقة أنا ما بقومش بفتح الفيديوهات دي ولا ما بردش عليها وبقوم بحسفها مباشرة بمجرد وردها بس أنا مضطر عقب على الموضوع ده من زاويتين الزاوية الأولى أنه ما فيش حد يقدر يحفظ غشاء البكارة بالطريقة دي أبدا وأي حد يقول لك غير كده هو نصب الزاوية الثانية إزاي تأمني إنك تصوري جزء من جسمك وتبعاتيه الحد حتى لو كنت أنا أنا عارف إن آآ وشك مش باين ولكن أنت بعتها على حسابك على المسينجر وممكن أكون أنا واحد أستغل الفيديو ده استغلال سيء أرجوك وخلني بالكم من هذه التصرفات فآآ دي من الحاجات المهمة جدا اللي أنا في بداية الفيديو حبيت أتكلم عليها طب ما تيجي نشوف السؤال الغريب اللي جاني ده يا دكتور أنا فحصت نفسي فحص ذاتي ووجدت حتة لحمة حمرة هل أنا بكر أم لا هو أنا عايز أقول إن ما فيش حاجة اسمها فحص ذاتي لغشاء البكارة وأنا لا أستطيع الإجابة على سؤالك هل غشاء البكارة سليم ولا لا عشان مجرد أنت بتقولي أنا شفت حتة لحمة حمرة أنا معرفش إنتي شفت إيه أساسي ومعرفش الجزء اللي إنتي شفتي ده هو عبارة عن إيه فلا أستطيع الإجابة عن سؤالك ده نهائي طيب سؤال تاني استفزيني أنا سويت مع دكتورة اختبار اختبار غشاء البكارة على النت واكتشفت إن غشاء البكارة عمقه سبعة ملي وإني فقدت ثلاثة ملي من الغشاء وباقي أربعة ملي وفي ليلة الدخلة الدكتورة بتقول لا راح ينفض ويطلع دمه موضوع ده استفزيني استفزاز شديد من عدة نقاط النقطة الأولى هو في حاجة اسمها اختبار غشاء البكارة على النت طبعاً مفيش حاجة في الدنيا اسمها اختبار غشاء البكارة على النت طب ليه بتقول مفيش اختبار غشاء البكارة على النت والبنت اللي بتسأل بتقول لك إنها عملته لأن أنا خبرتي بعد فحص مئات الحالات من أخشية البكارة بقول لك ما ينفعش لأن فحص غشاء البكارة هو من أصعب المهام اللي بتسند للطبيب الشرعي وهي من أكثر الأشياء المثيرة للجدل بالرغم من إن أنواع عشية البكارة معروفة لكل الأطباء الشرعيين إلا إن كل غشاء البكارة متفرد لكل بنت لدرجة إن أنا ممكن أقول لك إنه هو عامل زي الدينة بتاع كل إنسان فواحد مختلف في العمق والتاني مختلف في السمك والتالت مختلف في القطر فتحته والرابع مختلف في قدرته على التساء وهكذا كل هذي الاختلافات بتجعل تقييم الطبيب الشرعي لسلامة غشاء البكارة حاجة في منتهى أصعوبة يعني أنت عايز تقنعني إنه بالرغم من إن الطبيب الشرعي اللي بيقوم بفحص الحالة بالعين المجردة في موضعين وهم وضعية النوم على الظهر أو ووضعية المماثل إلى حد كبير لوضعية السجود في الصلاة وبيقوم بإدلتنين بإبعاد الشفرين الكبيرين لأقصى درجة عن بعضهم البعض وبيستخدم أجهز التكبير زي جهاز الكولبسكوب وكل ده والطبيب الشرعي قد لا يستطيع الجزم بسلامة غشاء البكارة ويطلب الاستعانة بزميل ليه أكثر خبرة وعايز تقنعني إن الدكتورة اللي هي شافته على النت قدرت تعرف إن فيه فقد في كذا وفقد في كذا الحقيقة إنه إحنا كتير جدا من الأطباء الشرعيين بيطلبوا الاستعانة بزميلهم لإنه هو مش قادر بعد كل الوسائل اللي استخدمها مش قادر يجزم البنت دي بكر ولا مش بكر لإنه بعض أنواع غشية البكارة وخاصة الغشاء المسنن اللي هو فيه تعارجات بيطلع عين الطبيب الشرعي بمعنى الكلمة للتأكد إذا كان فيه قطوع ولا لا لأن طبيعته هي عبارة عن ثنيات طبيعية تماثل إلى حد كبير تمزقات غشية البكارة وتحتاج لخبرة عالية جدا طب إزاي بعد كل اللي قلته ليك ده تقول لي إن الدكتورة عملت اختبار غشية البكارة عن نت يعني البنت هتقدر تعمل إبعاد للشفرين الكبيرين عن بعضهم البعض اللي نفسها بالكامل أمام كاميرا الموبايل عشان تقدر الدكتورة تقول لها نوع غشية البكارة إيه وسمكه إيه وعمقه إيه وقطر فتحيته إيه وقدرته على التسعي بالفحص على النت ما شاء الله عليها إيه الدكتورة الخارقة دي يؤسفني إن أقول إن الرواية دي لو كانت صحيحة تبقى الدكتورة دي اللي عملت فحص غشية البكارة ما عندهاش ضمير ولا نهائيا لأنه يستحيل حد يقدر يفحص غشية البكارة بالطريقة دي وبعدين تعالى أو تعالي للكلام اللي تقال على نتيجة الفحص يتقول لك إن غشية البكارة على عمق سبعة ملي ما شاء الله هل يمكن لحد من خلال كاميرا الموبايل إنه يحدد عمق غشية البكارة؟ يستحيل وقالت للبنت إنها فقدت تلاتة ملي من الغشية وبقى أربعة ملي مفيش حاجة اسمها أو أي غشية البكارة لكل مجموعة سبعة ملي غشية البكارة دي حاجة بالدور دي ما يدور حوالين قناة المهبل وبيبقى آآ آآ قطرها أكبر من كده بكتير إزاي تقول إن غشية البكارة فقد منه تلاتة ملي وبقى أربعة ملي إزا كانت قالت الكلام ده الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة الحقيقة إن نردي النهائي على السؤال ده إن اللي حصل ده مجرد نصب طيب سؤال مهم جدا هو طبيبة أمراض النساء والولادة بتفهم في غشية البكارة إن الحقيقة المؤكدة بالنسبة لي أن التخصص الوحيد اللي بيفهم كويس جدا في غشية البكارة هو الطبيب الشرعي لأنه بيفحص أخشية البكارة للآلاف من حالات الجثث وحالات الاختصاب والعنة طوال فترة عمله لكن أطباء وطبيبات النساء والولادة ليه ما بيعرفوش يفحصوا غشية البكارة كويس لأنه هم بيتعاملوا مع الجهاز التناسولي للمرأة ما بيتعاملوش إلا بعد فترة الزواج يعني لما تكون الست راحة عشان بتبحث عن حمل أو راحة حامل بتبحث عن الولادة وبالتالي هم ما بيتعاملوش مع غشية البكارة السليم آآ قبل الزواج عشان يعرفوا شكله إلا في حالات مدرة جدا وبالتالي دي حاجة هم مش متخصصين فيها خلاصة الكلام اللي أنا عايز أقوله لك يا بنتي في الحلقة دي آآ إنه مفيش حاجة اسمها فحص ذاتي لغشية البكارة أرجو هذا الموضوع اللي متكرر في الأسئلة عندي إنه تمتنعوا عنه مفيش حاجة اسمه فحص ذاتي مفيش حاجة اسمها فحص غشية البكارة على النت الفايصل عندك في حاجة واحدة بس أنت اللي عارف غشية البكارة بتاعك سليم ولا لا إذا حصل إليك العضو زكري بالكامل فأنتي عندك تمزق كامل في غشية البكارة أما أي حاجة أخرى بقى ادخل ألم ادخل إصبع ادخل أي حاجة أخرى فأنتي مازلتي آآ آآ غشية البكارة بتاعك حتى ولو كان فيه تمزق سطحي إلا إنه مازلتي غشية البكارة هينزف عند أول دخول في العضو الزكري عند العلاقة الزوقية ساعدت جدا بحضراتكم ونلتقي دوما على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته